إذن كما جاء في مستهل العنوين في مكناز ترأس الأمير مولاي رشيد مأدوبة عشاء نقامها الملك محمد السادس على شرف المدعوين والمشاركين في الدورة الخامسة عشر للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب وحضر هذه المأدوبة على وجه الخصوص كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش ورئيس مجلس المستشارين النعمة ميارة وبعض أعضاء الحكومة إضافة إلى ممثلية سلك الدبلوماسي المعتمد بالرباط وعدد من الشخصية المدنية والعسكرية كما ترأس الأمير مولاي رشيد بهذه المناسبة ترأس حفلة توزيع الجوائز على أفضل وحدات الانتاج الفلاحي برسم عام 2023 وأفضل العارضين ومربي المواشي